بعد ما بلغ يوسف عليه السلام اشده جي يوم من الايام حاولت امرأة العزيز ان هي تراوده عن نفسه كما ذكر في صورة يوسف بعد ما استبق الباب قدت قميصه ولقوا العزيز في وشهم فتظهر بقى انه هو اللي كان عايز يعتدي عليها والشغل اللي حضراتكم عارفينه ده فقالت له ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب قليم فلحس ان يوسف عليه السلام دفع عن نفسه وقال هي راودتني عن نفسي وفي السياق القرآني ربنا سبحانه وتعالى قال وشاهد شاهد من اهلها وقيل ان كان طفل رضيع تكلم في المهد وقال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأي العزيز قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا يعني ما تجيبش سير الحد واستغفلي لذنبك انك كنت من الخاطئين وكثر بين النساء الكلام الكتير كما هو مذكور في القرآن وقال نسوتهم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها يا حب ان لنراها في ضلال مبين فلما علمت امرأة العزيز بكده جابتهم الاصر ودت كل واحدة منهم سكينة وقالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهم فلما شافوه عظموه وانبهروا جماله لدرجة انهم ايديهم اتقطعت بسبب السكين يعني بالبلد كده من شدة جماله قاعدوا يبصوله كتير لدرجة انهم نسيوا ان معهم سكينة فقاعد يدول الحوار بمنهم لغاية ما ينتهي بدخول يوسف عليه السلام السجن